كما أصدر صاحب السموة شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 49 لسنة 2022 بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة ونصى المرسوم على أن ينقل سعادة عبدالله بن عليم حيان الكتبي من هيئة شارقة الصحية إلى مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة ويعين رئيسا للمكتب بدرجته الوظيفية نفسها ويكون عضوا في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أيضا أصدر صاحب السموة شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 50 لسنة 2022 بشأن ترقية وتعيين رئيس لهيئة الشارقة الصحية ونصى المرسوم على أن يرقى سعادة الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطيل مهيري إلى درجة رئيس دائرة ويعين رئيسا لهيئة الشارقة الصحية ويكون رئيسا لمجلس أمناء مستشفى الجامعة وعضوا في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة